موسيقى من بره عملنا ايه قلنا عشان احنا عادين في البيت ومتجمعين وولادنا معانا وان شاء الله الامور تعدى على خير ان شاء الله عملنا حواوشي بكذا طعبة اختاري واختاري شوف ايه المتوفر عندك وعملي العيالك مع شوية بطاطس مع شوية بطاطس مقلية مع شوية بتنجان مقلي مع شوية مخلل ولم العيال حوالين اكلة جميلة احنا عاملين الهاشتاج خل زي ما انت شايفة كده قدامك هنظهره قدامكم خليك في البيت وساعد لمين الهاشتاج ده للرجالة تفقى مع بع احد الرجالة احسن ناس تطبق في الدنيا فخليك في البيت وساعد يعني ايه قوم اعمل احلى اكلات لولادك ووريهم الفرق بينك وبين مراتك تأكيد هيطلع فرق كويس ليه الراجل بيطبق احسن من الست مش عشان الست نقصاها حاجة عشان الراجل داخل بحب يعمل الاكل لكن الست بيبقى مفروض عليها ان تعمل اكل العيالك فدي فرق في النفس النفس يعني ايه تكون حبة الحاجة اللي انت بتعمليها فخليك في البيت وساعد شارك معانا خليك في البيت معانا وساعد وشارك معانا وبعت لنا وبعت لنا انت عملت ايه وفرح ولادك انا عن نفسي كان الحاجة الله يرحمها والدتي كان بتزعل مني كل ما بقول كده احلى اكل لحد دلوقتي طعم ابويا اكل ابويا لحد دلوقتي اكله ببقى لحد دلوقتي مش قادرة انساء لان ابويا كان بيعمل حاجة بمزاج وبحب فاكيد الحاجة بمزاجه بالحب هو ده النفس وحاول اقسم اقسم مع الوقاسم والنقطة المهمة النقطة المهمة النقطة المهمة النقطة المهمة ان انت تخلي الولاد يشتركوا معاك ومع مامتهم لان الولاد ومع مامتهم في الفترة دي بالجمعين كلنا في البيوت هنعمل احلى اكل واحلى عيشة واحلى جو واحلى جو واحلى جو ونقسم هنعمل ايه النهاردة وهنعمل ايه النهاردة هتلاقي الوقت عدة وان شاء الله انبسطنا وفي نفسي لوقت فرصة نقرب من بعد عشان الولاد مشغولين في المدارس وانت مشغول في الشغل والمدام مشغولة في الش وزي ما اتفقنا مبارح عملنا ايه مبارح اتفقنا قلنا ان احنا لو عندنا حاجات زيادة في البيت نقسمها مع جرانة نقسمها مع قريبنا نشوف قريبنا محتاجين حاجة نبعتلوهم جرانة محتاجين حاجة نبعتلوهم العمال اللي عندنا محتاجين حاجة ندلهم وهكذا على ما الامور تمشي ان شاء الله وان شاء الله بتجاو ده هتمشي 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 زي ما اتفقنا مبارح انا عملنا برحل حواوش قلتلك طلعي طبق هنا وطبق هنا او فوق او تحت هتلاقي الطبق ده لفي ولفي ولفي ولف ولفي وهدانه يلفه على طول وهيجيبيك حاجات مش موجودة عندك يعني انت بعدت ح demanded هيجييك واحد هيجيك باسكوت هيجييك بلح وهكذا هتلاقي الطبق ده عامل يليفي لفي 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 تعالوا برضو عشان قاعدين النهاردة تعالوا نعمل ايه كيكة الجلاش نقول بسم الله الرحمن الرحيم نشوف كيكة الجلاش هنعملها بايه هنعملها بالفانيليا هنعملها بالشوكولاتة هنعملها بالقهوة دي بتاعتك كلها سهلة جدا احنا هنعمل لها خليط من البيض والسكر والفانيليا والزبادة وطبعا اللبن وهنجيب جلاش عادي جدا بس قبل ما نبدأ لازم نعمل لها شربات تقيل يكون بارد هنحط كوبايتون سكر لكوباية مية انا حاطت هنا عشان العدد اللي انا عامله خمس كوبايت سكر هتدي لها كوبايتين ونصف مية انت عملي كوبايتون سكر لكوباية مية تحط المية اللي هي واحد مية لاتنين سكر وتسيبيهم من غير نار يدوبوا وتقلبيهم واحدة واحدة كده زي ما انت شايف كده دوب السكر مع المية من غير نار يا تفاصيلك يا حركاتك يا عم ياسر واحدة واحدة كده ادي السكر اللي هو اتنين سكر لواحد مية ده العسل التقيل عشان وهي خرجم الفورن هتقعد نص ساعة على درجة حرامية وتمانين وهي خرجم الفورن هنسقيها الشربات ده ونغطيها على طول بألمونيوم فويل او بغطر بتعملها مدورة بتعملها في بايركس مستطيل زي ما انت عايزة التفاصيل كلها قدامك اهو دوبنا السكر كويس اللي هو اتنين سكر لواحد مية داب عندي زي ما انت شايف كده قدامك هو التفاصيل وبعد كده اول ما يدوب وتأكد ان هو داب اعلى عليه النار هنا النار العالية عندي اهي تعال احطها على النار العالية وعندي هنا واحد عصير لمونة او زرة من ملح اللمون يعني واحد عصير لمونة معشورة او زرة من ملح اللمون يبقى عندي اتنين سكر لواحد ماية دورتهم ارفحتهم على النار وبعد كده عندي واحد عصير لمونة ادي واحد عصير لمونة او زرة من ملح اللمون بأكد كلمة زرة ما تحطيش كتير زي ما انت شايف علم الشربات بتاع يغلي تعال نعمل الخليط بتاع كيكة الجلاش كيكة الجلاش اتفقنا تعمليها في الماكنة تعمليها على ايدك تعمليها في الخلط هعمل ايه احط عندي تلات بيضات ادي قدامك هو تلاب بيضات بالشكل ده وبعد كده احط لهم زرة من الفانيليا هنعمل حاجات سهلة متوفرة في البيوت كلها حاجات سهلة ومتوفرة في البيوت كلها عشان تقدر تعمل وارح حاطط للتلاب بيضات كده استاذ ياسر زرة من الفانيليا بقى تلاب بيضات وزرة من الفانيليا واربهم كده ارب التلاب بداية مع زرعم الفانيريا بكل سهولة هاعمل خليط هسقي بيه الجلاش وادخله الفورن والجلاش انا فرده ومغطيه اهو قدامك اهو عشان ما يخدش رطوبة قدامك اهو زي ما انت شايف كده زي ما انت شايف كده قدامك اهو ادي الجلاش اهو مغطيه عشان ما يخدش رطوبة وينتشف خد يبالك اهو الرطوبة بتاعتني يبقى انا هنا حطيت الخليط ده صباح الفل يا مرادوة صباح النور يا شف حسن عامل ايه نهارك ايه يا مرادوة ربنا يخليك تسلم ايدك تحت امرك يا غالية تسلم ايدك يا شف حسن ربنا يكرمك يا مرادوة انا بسلم عليك بس نهارك ايه يا مرادوة نهارك ايه قولي لعندك ايه في البيت نفسك نعملهولك ربنا يبارك لك كل حاجة انت مش حرمنا من حاجة شوفي لو عندك اي الخامات مركونا. مع جرانك. حاضر حاضر. مع جرانك يا امو ردوة. حاضر يا شيف حاضر. وان شاء الله. هتعدي بالتكاتفنا مع بعض وقفنا مع بعض. واتفاق مجتمعي مع بعض كده. ان شاء الله هتعدي 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 هتعدي. زي ما انت شايف التلب ده وزارة الفانيليا ربطهم بالمضرب السلكي كده بقى عندي خليطة هوا. اروح حطا لهم كوبات سكر. واربوهم كده هو يا عم ياسر. اهم حاجة ارب بالفانيليا بدون سكر. وبعد كده دوب السكر واحدة واحدة كده. خطواتك كلها قدامك. والشربات عندي حلقت عليه على النار. على ما خلص يكون غلي وبرد. عشان اسقي بي. بص عندي. الشربات بتاع النار اللي هو اتنين كوباية سكر لواحد كوباية مية. بعد الغلايان نص عصير لمون طبعا. زي ما انت شايف كده اهو. اتأكد انه كل داب. كل تفاصيلك كده هو قدامك اهو. وجاهز عندي عشان يغلى على نار عالية. واروح رايح هنا اهو. اكمل الخليط بتاع كيكة الجلاش. حطيت تلبيدات. حطيت تلبيدات واديت عليها زرة فانيليا وربته. وبعد كده اضف طولهم كوباية من السكر وبدأ اعمل خليط اهو قدامك اهو. واجيب علبة من الزبادي اللي انا باشتريها العلبة بتاعت السوبر ماركت. واضفها عليه. يبقى هنا تلبيدات وزرة فانيليا وكوباية سكر. اهم حاجة تعمل الخليط ده كده زي ما انت شايفة قدامك اهو. وبعد كده يا عم حسن. اتأكدوا ان السكر داب خالص ما تستعجليش. السكر بتاعك داب. اروح جايبة علبة الزبادي اللي انا باشتريها من العند اللبان او من عند حطيت علبة الزبادي بتاعتي واربها مع البيد والسكر والفانيلي. يا عم رمضان صباح الفل. صباح الفل عم حسن. نهارك ايش طو كل البحيرة يا عم رمضان. كل عم حسن عامل ايه? كله زي الفل يا حبيب قلبي. الله يخليك يا ربي. اقمرني يا عم رمضان. لكن. ينقول لك اللي ايه على المقرنة بشاملة. احلى مقرنة بشاملة. عم رمضان بتعمل ايه في البيت بقى دلوقتي في الايام اللي احنا قاعدين فيها بتعمل ايه في البيت بتساعد? وقطي التلفزيون ويكلمني من التلفون يا عم رمضان بعد اذن. ايه? بتعمل ايه عم رمضان في البيت? عم رمضان. حاول تتصل بينا تاني عم رمضان. حاول تساعد في البيت مع المدام وعالاولاد. بص الخليط. الطلب بضعت وزارة الفانيليا وكوبات السكر وعلبة الزبادي بخليط سيابي. اروح عاملاله ايه? جايباله كوباية زيت دورة. بصة اهو نزلها واحدة واحدة كده. واحدة 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 كده بالشكل ده قدامك اهو. يا جمالك يا عميازي يا تفاصيلك واحدة واحدة كده. نعم عندي بعد ما ديتو الزيت اروح 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 جايبة كوباية لبن عادي. حليب عادي كوباية لبن. بقى عندي الخليط. ما نحل الخليط زي ما انت شايف. وارروح جايبة بعد ما ضفت اللبن. جايبة معلقة من النشا خدي بالك عشان الشخصية هو. معلقة واحدة من النشا. معلقة واحدة من النشا ضفة على الخليط. وديها نص معلقة من البيكن باودر. اخد بالك من التركات. واقلب الكلام ده كله. بعد ما قلبت الكلام ده كله مع بعض. وتأكدت التلبيضات وزارة الفانيليا وكوباية السكر وعلمة الزبادي. وكوباية الزيت وكوباية اللبن ومعلقة النشا ونص معلقة البيكن باودر. اقول صباح الفل يا اسده ليلة. اهلني يا شيف حسن. صباح الخير يا هاني. يسلم ايدك وعينك يا رب. ربنا يكرمك يا اسده ليلة. ربنا يخليك يا رب. تحت امرك يا غالي. طبعا ان الناس كلها برا وجوه بتشوف الشيف حسن. لا تحت امرك يا اسده ليلة. خليك. فانا مبارح كنت في المعاشات اللي هي التأمنات والمعاشات اللي في التعاون في التعاون. في الهرم في الهرم. يعني انا اناشد حد يروح يبص هناك. الناس يعني طبعا بتوع المعاشات كلنا يمكن فوق الستين والسبعين كمان. يمكن المكان اللي وقفين فيه يا شيف. متر في متر امه تلاقي لها الا الله يعني. يعني انت حضراتك فين? بتقولي يا حضرتك يا فين معايا ولا لا? حضرتك بتقولي ان المكان ديق وعايز حد يروح يبص عليهم عشان اي حد بقى من الحكم المحلي اللي موجود في الجيزة. نشوفوا الموضوع ده ان شاء الله تحت امر كحاجة تحت امر. الخليط بتاعي بتاعة كيكتو الجلاس. طلب بيضات زرة فانيليا نعمتهم كويس قوي. نزلت عليهم بكباية من السكر. نزلت عليهم بكباية من الزبادي العادي. وكباية زي الدرة وكباية لبن. معلقة من النشا ونص معلقة من البيتنباو. ده الخليط كده جاهز اجيب عندي البايليكس اللي انا هعمل في الكيكة يا ياسر. بص كده هو ادهنه سامنة. عشان اطلحها زي ما انت شايف كده قدامك ادهنه سامنة. يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك ادهنه سامنة كده زي ما انت شايف وبعد كده ابدأ اجيب الجلاش بتاعي بقى عشان اعمله المقاس اللي انا عايزه. قد الجلاش بتاعي هقطعه على قد اللي انا مغطيه هو يا ياسر. عشان اقطعه على قد المقاس ده قدامك هو اروح جاية عملها جيب المقاس بتاع البايليكس بتاعي هو اشوف المقاس ده بتاعي محتاج قد اين. قدامك هو يا ياسر قد المقاس بتاعي زي ما انت شايف فاروح جاي محددة واروح قطعه بالشكل ده. وخلي الطويل اللي انا هقطعه ده هخليه اعمله المدور المكاشكش عشوائي. اقطعه كده. اجيب سكينة حامية. عشان تمشي معايا. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. قطعتك كده كلها قدامك. علمته وبعد كده. اروح جايبة ده عشان هكشكشه بقى. يعني هتكشكشه هتشوف دلوقت اهو. بالشكل ده قادي البيريكس قدامي هو يا ياسر. مدهون مادة دهنية. والشربات بده ايقلي. اروح جايه مطبقه كده. واروح جايه مطبقه تاني كده. وكده. وكده. واروح ضغط عليه وحطاه كده. في البيريكس الناده هنا سامنا. يا عم محمد صباح الفل. صباح النوق. تحت امرك يا كابتن محمد. اه والنبي كنت عايز بسا طريقة اللازانية. حاضر احلى لازانية يا قصدها ننشي لسود محمد. يا محمد تفسانة كام? محمد تفسانة كام? ايه? تفسانة كام? يا بابا. ايه الاخبار? بتعمل ايه في البيت مع ماما وبابا? بساعدهم في الاكل. طب احلى حد احلى حاجة. وكل يوم حد من اخواتك يعمل تحدي ويعمل احلى اكله ان شاء الله عشان نعدي الامور ونتسلم مع بعض. تحت امرك يا محمد. الى ازانية والنبي يا ننسي لمحمد عشان يعملها لاخواته. بص زي ما انت شاف كده كشكشه عشان ما نيجي نسقيه بالخليط اللي احنا عملنا ده عامل عندي. بص عندي الشرباط بدأ يغلي يا ياسر. بدأ يغلي هو. تمام? هتدي له عصير اللمونة. الكامية هتشتغل. يا تفاصيلك واحدة واحدة كده قدامك اهو. ونبدأ نقلب الورق عكسه بعد. بالشكل ده. عشان نعمله فسطون. زي ما انت شاف كده عكسه بعد. تعمليه بالفانيليا. تعمليه بالشوكولاتة. تعمليه بالكراميل. تعمليه بالفراولة بالبرتقان بالقهوة. زي ما انت عايزة. تفاصيلك قدرة. يا عم مصطفى صباح الفل يا دارش. نهارك ايش تا عم مصطفى? كل جهور ان شاء الله. ان شاء الله جميعا ان شاء الله. علينا جميعا ان شاء الله. اخليك ربنا اعدي الازمة ده على خير. ان شاء الله هتعدي بتكاتفنا مع بعض يا عم مصطفى واقفنا جنب بعض. هنعد ان شاء الله. عامل ايه بتعمل ايه في البيت قولي. والله هادين اقعدين اولا مع العياني. طب بتعمل ايه? عامو بنتعد في البيت والله اشي بحسب. بص يا عم مصطفى قسم قسم مهامك شوف انت عايزت ايه اللي نقصك في البيت انت. كراجل كنت عايز تعمله بس مشغول في الشغل اعملوا الاول وبعد كده قسم بينك وبين المدام الشغل بتاع المطبخ والشغل بتاع البيت والولاد دخالهم كل واحد يعمل وجبة ويعملوا تحدي ويعمل تحدي انت كمان مع المدام. تحت امرك يا مصطفى امورني. ربنا اخليك والله كنت عايزين نعر رسطريت المقرورة البشاميل. حاضر بشاميل. هقولوا انا شغال المقرورة بشاميل ولا زاني? هتعملها يعني? اه ان شاء الله. حاضر. تحياتي لاستاذ ايمان نوير. طيب حاضر يا حبيبي احلى تحية له. تعال يا عمو مصطفى عشان نعمل مقرورة بشاميل بنجيب كسين عشان لو بايركس كبير لو كي بايركس قدي ده كيس واحد مقرورة قلم. لو بايركس كبير لو عندك خمس افراد اعمل بايركس اكبر من ده. يبقى هنحطه مياه سخنة بتغلع عن نارفها سنة ملح وسنة زيت. كسين مكارونة قلم هنسلقهم تسعة دقايق ونركنهم ونصفيهم المياه ونركنهم. بعد كده هنعمل ايه حسن? هعمل سوس بشاميل ابيض. تلت معاليق سامنة. تلت معاليق دقيق. شوية ملح شوية فلفل ابيض. مكعب مرق. ست كبيات لبن دافين. وقل فيهم لحد ما يربطوا. بعد ما ربطوا يا حسن هنعمل ايه? هنربطوا عندي وبقى زي الفل. هروح جاية واخداهم وركناهم جنبه بقى جنب المكارونة. واعمل لحمة عالصاج معلقة سامنة معلقة زيت. هحط كبتين من اللحمة المفرومة بصلة. هحط معلقة سلسة طمطمتين مبشور. شوية مياه سخنة بتغلي. شوية ملح شوية فلفل شوية بهر شوية سكر. واسبهم يأثروا وبقى عندي التخريز. بقى عندي زي ما انت شايف كده قدامك المكارونة البشاميل المسلوقة. صوس البشاميل الانسيابي. اللحمة عالصاج عالصاجة. عندي جبنة سيدر جبنة رومي جبنة مدرال اي حاجة ما تقفش عليها. هاخد الصوس اقلبه شوية اخد كابشة من الصوس لابيض بشاميل. اقلبه على المكارونة وافرده في البيرت. وافرد عليه شوية صوس من فوقه شوية جبنة. وحط الحشو وافرده واضغط عليه. وحط شوية صوس عليه من فوق ابيض وشوية جبنة. وبقيت المكارونة واضغط عليه كويس. وحط بقيت البشاميل عليها وحط جبنة ودخله الفرن على درجة حرارة ميتين لمدة خمسة وعشين دقيقة بعد ما يطلع عندك ياخد نفسه ساعة عشر دقايق وقطعه خرط وقدمه لولادك بنفسك يا عم مصطفى. اما اللازانية بنفس التكنيك اللازانية عملنا لها سوس ابيض ولحمة بشامل هنجيب شراح اللازانية اللي جهزة في العلب وعندك كبان تعمل لي سوس احمر. سوس احمر مادة دهنية بصل توم سلسة طماطم نص كبات مياه سخنة ملح وفلفل وبهار وسكر وسيبه يقص. هتعملي طبقة من لازانية طبقة مصص لابيا طبقة مصص لاحمر تعملي اربع طبقات تحت وكون البشامل مدهوم من تحت وبعد كده تحط اللحمة العصاج وتفرد علىها سوس وعليها شوية جبنة وتعملي طبقة من لازانية طبقة مصص لاحمر طبقة مصص لابيا لازانية وهكذا لحد ما تعب الطاجن تدي له سوس بشامل من فوق ودهو شوية جبنة وتدخلي الفرن على درجة حرارة ميتين خمسة عشرين ديقة بالضبط زي المكرونة بشامل يا جمالك يبقى الجلش بتاعي زي ما انت شايف فسطون كده واملة البطاجن بتاعك اهو قدامك اهو يا جمالك واحدة كده ملي ورقة واحدة ورقتين زي ما انت عايز اعمل الحاجة اللي يقول لولادك والشرباط حطينا كوبايتين من المياه على كوباية من السكر بعد ما غيلوا عندي ادتهم زي ما انت شايف واحد عصير لمونة او زرة ملح لمونة يغلي خمس دقايق اتأكد ان كل حاجة تمام وبعد كده يا استودة ولاق صباح الفل يا هانو صباح الخير يا شيف حسن مهارك ايش يا استودة ولاق عامل ايه كل بونه بنفسك والحمد الله يا استودة ولاق ربنا يخليك نهارع عليك يا شيف حسن نحنا تحت امرك يا استودة ولاق ربنا يديك الصحة ويخليك لنا يا رب انت منين من القليبية انا من شوبرى الخيمة احسن ناس في الدنيا ربنا يخليك واموريني وانا هسألك سؤالين ربنا يخليك اه حضرتك كمتاكي طريقة الاولاد طلبينه في البيت اه بس يعني الطريقة ما مش بعرفة حاضر اه حاضر الفراخ المقرمشة. ايوة. حاضر. هنعملها كل اللي انتو تحلموا بيه. اللي انتو عايزينه كله عشان احنا عاديين وولادنا احلموا بيه وكونوا سعادة معاك هنعملك الفراخ المقرمشة. بتجيب الفراخة كل الفراخ المقرمشة اللي نفسكو فيها هنعمله لكم. وانا قريدي انت ما تخرجيش. واللي تحلموا بيه قولنا واحنا هنعمله لكم. فهم? اللي قعدوا في البيت. جيبي طلباتك. ابعاتي واحد شخص بس من البيت. يجيب الطلبات اللي نقصك يكتبها له الصبح. يجيب لك اللي انت عايزها ويكون معقم نفسه ولبس الجوانتي بتاعه ولبس الماسك ويروح. خدوا بالكم بقى في الجوانتي ده. نقطة مهمة جدا عايز اتكلم فيها قبل ما قولك الفراق المقرمشة. الجوانتي دي في بودر. في بودر عشان يعزل ايدك عن الجوانتي. بعد ما تقلع الجوانتي ده ممنوع ما انا عمبتن تكلي قبل بتغسل ايدك بالصابون مرة واتنين وتلاتة اربعة. البودر اللي في الجوانتي لو انت كانت بيه مضر. فاخد يبالك في الجوانتي ده في بودر جواه. لازم بعد ما تقلعي وتيجي تكلي. بدون لازم تغسل ايدك بالصابونة مرة واتنين وتلاتة واربعة. وبأكد من غير فيروس. من غير فيروس في مشكلة لو انت ايه البودر ده لم اسبقك. فاخد يبالك من النقطة دي. هقولك الفراخ بتاعتك. الكل اللي انتو بتحلموا بيه في الاكل اللي انتو بتجيبوه جاهز هنعملكو. عملنا لكم حوامش مبارع. بكرة ان شاء الله ازا احيانا ربنا هنعملكو البيتزا البيتي بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. تعملي بيتزا سبونشي تخينة كده لعيالك وتقدميها سخنة وتدلعيها. هنعمل الكشري. هنعمل الكل اللي بتحلموا بيه. الفول النابت كل اللي انتو عايزينه. كمان الفراخ المقرمشة من العندي قبل العندي اعمل هادك من العندي قبل العندي. خليكو في البيت وقلنا اتفقنا خلي الاستاذ او شاب من الشباب ينزلوا جيبوا طلباتك لو ما عندكيش حد انزل انت جيبي طلباتك وكون معقمها نفسك نص ساعة بالكتير ويجيبي حاجتك وترجعي. خدي بالك وما تنزليش كل يوم عودي نفسك جيبي حاجة تقضيكي تلت ايام اربع ايام. خدي بالك جيبي حاجتك تقضيكي تلت ايام اربع ايام. عشان ما ننزلش كل يوم. وتقول انتو قلتوه اللي نزلنا. لا اقعدوا اللي احنا بننزل عشان عندنا شكر. وبرضو بننزل بمواصفات. كل واحد لوحده. نفيش حد مع حد. عشان في الاخر ان شاء الله ربنا يعدي الازمة دي على الخير. زي ما انتا شايف كده قدامك يا سياسر. ان شاء الله هتعدي بالتزامكو طبعا. زي ما انتا شايف كده. الشراحة تاعة الجلاش كلها هي. فضل لها واحدة. واقفل عليها عشان احط اللبراي. اللي هو الخليط اللي انا عملته بالبيدو الفانيليا والسكر وزبادي وزيت ولبن وبعد كده اديته معلقة من النشا ونص معلقة من الايه? البيكن باودر. تمام? اجيب الساج بتاعي. عشان ايه? احط الخليط بتاعي. اسئل اول يا ياسر. بص بقى التركة المهمة تأكد من الكلام ده. مش هتديله سامنة? لا مش هتديله سامنة. تأكد الخليط ده تلب بيضات زرية فانيليا كباية سكر علبة زبادي كباية زيت كباية لبن وديته عليه معلقة نشا ونص معلقة من البيكن باودر. جاهز كده? جاهز كده. اخده. اسئل بيه كده يا ياسر. بص. تخليه يخش جوه الجلاش عشان يفتح في كل حتة فيها. قدامك اهو. اسئل الجلاش بتاعك بالخليط ده. عشان تستمتع بيه الشرباط على ما يكون طلع يكون بارد. عشان هسئي بكل سهولة عند الجلاش تعمل الكيكة دي للعيال بتعمل فانيليا. قدامك اهو التفاصيل اهو. ما تعلهوش ما تعلهوش. اهم حاجة يبقى في كل حتة فيها كده الخليط بتاعك ده. ايه كده? وبعد كده لما على المناديل التلب بداته دولة ما يقضوا البيركس ده على قد البيركس ده بالزبط. يا عم احمد. عليكم. سلام ورحمة وبركاته يا عم احمد يا غالي. الله يخليك اشوف حتى احمد جمال من بانها يا باشر. احسن تحايل كل بانها وكل الاليوبية يا حبيبي. وكفر شك. انا بشكرك جدا 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 بصراحة. ربنا خليك يا عم احمد. شغل عالي وشغل جميل وربنا خليك لنا يا رب. امين يا رب العالمين يا عم احمد امين امين. احنا نشوفك على الشاشة وربنا خليك لنا يا رب. قل لي انت عملت ايه بقى في البيت في الظروف اللي احنا فيها دي يا عم احمد. لانا في الشغل والله ابنيه في الساعة سبعة والله. طيب خد بالك يا عم احمد ادم شغلك جبرك. ادم شغلك جبرك انك تكون برة بعد اذنك خد بالك خد بالك. بتابعك في الشغلة على طول باستغرار اشياء. لا شرف لي يا عم احمد وترجع لعيالك بالسلامة وامن. وامن ترجع امن يعني مفيش مكروب معاكل عيالك. حاول وانت برك كده على طول ايديك مرة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة. عود نفسك على كده. وروح البيت يا عم احمد اعمل اكل العيل وساعد المدام. تحت امرك يا حمد. تعال بقى يا ياسر فرني على درجة حرارة مية وتمانين نص ساعة هيكون الشربات بتاعي ده اهم حاجة زي ما انت شايف كده لمعت الطاجم بتاعي والخليط قدامك. وبص التفاصيل تعالى دخلوا الفرن على درجة حرارة مية وتمانين نص ساعة الشربات يكون برد. يا جمالك. الشربات مش محتاج حاجة غير ان انا اركنه يبرد عشان اعمل ايه? اول ما يطلع الطاجد كيكة الجلاش بالفانيليا هسقيه الشربات التقيل البارد ده وغط عليه وبعد ما يبرد اقطعه وقدمه لولادي التركات والحركات لا نسى انتظروني.